ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف بوجوههم نضوة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني من عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون نحن نحمدكم في المدينة في السبب والذي في القرآن المترجمات قالت هنا في الحقوقات النصرية اليوم قبل أن نذهب في الصفحة نحن نمتلك المترجمين الذين قرروا في المترجمات المترجمات شاء الله أبتعى 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 لبناء والدعم والدعم من أجل نحن 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 أبتعى المترجمات أبتعى الأولى لنحن نحن ذي آهية و ذي آس تو تيك ذي آتان إن شاء الله منهمك مرحبا بسوى وانا زما نصافي نرانا تبقى يتوانن غا سركرتون على القرآن إليك قدانا اوانن مبنبرن جهر نصرا واتولاسيا نعنى تاريد موجيا كود مكبرنا ديما من أعطان أنتاكر رسوكي رجستا أكارك شمتاكين غا ساندايا ومن أكارشيه نوانن غا سركرتون على القرآن مجرما من أفاتر ينشاك أنتاكرتا بسوى وكناسو قراتوبا سنة تاريدا مودو منبعوكيزو قممو كرأي أتاكراتفرکو زامره جاقورا على اللي يبودا من الزمان دعا دعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غل المقدوم عليهم ولا الضالين اللهم صلي على محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيل اللهم بارك على محمد وعلى المحمد كما بارك على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيل اللهم رحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا يهودا ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهلنا وارزقنا تلاته آناء الليل وطراف النهر وجهلنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا بمنا الذي هو اسم كامرنا وأصلح لنا بمنا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معابلة واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خياتنا وخير أيامنا ويوم يقاك فيه اللهم صير سيدنا محمد والأولي وصاب وسلم سبحان ربك رب لزيتي عما وصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما يكالاتو تفرقوا أو النظام إذا سي حفظة عبد الرحمن حسين لك جهر قدونا حفظة عبد الرحمن حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ فَتَفَّارَتُهُ إِضْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَتَفَّارَتُهُ إِضْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أوسق ما تُضعِمون من أوسق ما تُضعِمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْكَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيْيَامُ ذَلِكَ تَفَّارَتُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحض لتأكلوا بسم الله الرحمن الرحيم إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بسم الله الرحمن الرحيم إننا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفا بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفا من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أغلم وأضغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النظر الأولى أزفة الآزفة أزفة الآزفة أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم ولا قادر بسم الله الرحمن الرحيم الصعر الأول في التوسير قوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ما معنى ولا تيمم الخبيث لا تقصدوا مالا غادي زيد السؤال الذي ليه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ما معنى قرح هذه زراحة يوم أحد زيد السؤال الذي ليه وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ما معنى تلو تتركوا إقامتها رأسا وإن تلو تلو وإن تلو ما معنى تلو تتركوا إقامتها رأسا تحبثوا في الشهادة أي هذا هو إذن زيد السؤال الذي ليه فقطع دابر القوم الذين ظلموا ما معنى دابر القوم أي آخرهم زيد أسأل الذي ليه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائق من الشيطان تذكروا ما معنى مسهم طائق أي أصابتكم لمدة أي وسوسة ما زيد أسأل الذي ليه وَلَقَرْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنْنَاهَ مَمَأْنَا بُرُوجًا منازل لكواكد السيارة زيد أسأل الذي ليه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما في ممأنا مشفقين خائفون حذيرون خائفون وذيرون زيد أسأل الذي ليه تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ما معنى تلفح أي تحليق زيد أسأل الذي ليه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ما معنى ألا تعلوا علي أي لا تترففوا علي جيد أسأل الذي ليه ومزَّقناهم كل ممزق إن في ذلك الآية ما معنى ومزَّقناهم أي ضطّقتم وصرتم ترابنا رفاة ومزَّقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبال وشكور ما معنى ومزَّقناهم أي ضرقناهم في الجلاء جيد أسأل الذي ليه وأنبتنا عليه شجرة من يقطيل ما معنى يقطيل وأنبتنا عليه شجرة من يقطيل ما معنى يقطيل هو الغرء المعروف زيد أسأل ذي لي ليدحضوا به الحق فأخذته ما معنى ليدحضوا به الحق ليبطلوا ويزيل جيد أسأل ذي لي إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ما معنى نستنسخ أمرنا الملائكة بنصخ جيد أسأل ذي لي وجاءت سكرة الموت للحق ما معنى سكرة الموت أي الشدك وغمرت الذاهبات بالعقل جيد أسأل ذي لي إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا ما معنى تفسحوا أي توزعوا فيها جيد أسأل ذي لي فإذا نقر في الناقور ما معنى نقر في الناقور أي نتخف الصوء جيد أسأل ذي لي يوم يقوم الروح والملائكة صفة ما معنى الروح الجبريل عليه السلام جيد أسأل ذي لي إن شانئك هو الأبتر ما معنى الأبتر ماذا؟ إن شانئك هو الأبتر ما معنى الأبتر المقاطق الآثاري أو الخير جيد جيد إذن السؤال الأخير هو ذو جناحين يقول السؤال كم عدد صور القرآن هذا هو الأثناء والأول وثاني واذكري توسيرين من التفاصيل بالمأثور كم عدد صور القرآن الكريم ما أعرفت تكلمي بالأربية تكلمي بالأربية كم عدد صور القرآن مئة وأربع عشرة سؤال إذن نسمى الإنجاب طيب واشاء الظداه الأخير اذكري توسيرين من التفصيل بالمأثور اذكري توسيرين بالمأثور هناك ما يصمى بالتفسير بالمأثور اذكري التفسيرين بالمأثور هناك ما يصمى التفسير بالمأثور اذكري توسيرين بالمأثور تفسير يجل عليك لا إذا ما أعلمتي من التفسير الطغري ومن كثير فتح الله عليك ما هي كرة تتقبتك عائشة عبد الرحمان لجهر ترابع عائشة عبد الرحمان بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتغذ وليا فاطر السماوات والأرض قل إني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى رسل أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيل لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الفتاب إلا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسبعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسطيكم مما في بطونه من بين فرح بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلهم فاكهون هم وأزواتهم في غلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراب مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم أختم على أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون واتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر عمس ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم نعم مه مه وكانوا يقولون إننا للمتقين عند ربهم جنات النعيم بسم الله الرحمن الرحيم الصالة الأول في التوصيل قوله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان ما مأنا تتل الشياطين تقرأوا أو تببوا من السلم جيد الصالة الذي يليه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ما مأنا عرضة لأيمانكم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ما مأنا عرضة لأيمانكم لإيمانكم أو كراهة إيمانكم ما مأنا عرضة لأيمانكم ما مأناه إذن ما أرغت مانعا أن الخير طيب أسأل الذي يليه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما معنى محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما معنى محضرا ما أعرفت أي مشاهدا لها في صورة الآمان أسأل الذي يليه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما معنى باطلا ما خلقت هذا باطلا ما معنى باطلا ما عرفت أي عبثا أي عبثا أنا أجبته أنت ما أجبته صأل الذي يليه إن يدعون من دونه إلا إناثا ما معنى إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا ما معنى إناثا ما عرفت أي أصنام يزينونها أسأل الذي يليه ما فرطنا في الكتاب من شيء ما معنى فرطنا ما عرفت أي ما أغفلنا وتركنا أسأل الذي بعده ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ما معنى ومن رباط الخيل ما معنى رباط الخيل ما عرفت إذن معناه حبصها للزهاد في سبيل الله أسأل الذي بعده وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصفاد ما معنى مقرنين 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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصفاد ما معنى مقرنين 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 ما معنى ما عرفت معنى هم مقرنين بعضهم مع بعض أسأل الذي بعده ويسألونك عن ذي القرنين ما معنى ذي القرنين مالك صالح من عقل العلم جيد أسأل الذي بعده الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات ما معنى الله نور السماوات ما معنى الله نور السماوات ما معنى نور السماوات الله نور السماوات ما معنى مضيء متلاء لئم مضيء متلاء لئم تكلمي واضحا مضيء متلألئ لا معناه منورهما أو هذه أهلها صال الذي قاله فترى الودق يخرج من خلاله ما معناه من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله ما معناه من خلاله أي من فرزه وسطه الصال الذي بعد حملته أمه وهنا على وهده ما معناه وهنا ضعفا زيد الصال الذي بعد فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما معناه نحبه من قضى نحبه ما معناه نحبه من خلاله نحبه ما معناه ما معناه ما معناه أي نظره أو ما تشهيده الصال الذي بعده قلوا تعالى دحورا ولهم عذاب وعاصب ما معناه دحورا دحورا تباعدا لحورا تباعدا ونفارا لا إبعادا وطردا إبعادا وطردا هذه الإجابة صال الذي بعده ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ما معناه متشاكسون 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 متنازعون متنازعون جيد صال الذي بعده فإن بغت إحداهما على الأخرى ما معناه بغت فإن بغت إحداهما ما معناه بغت جيد صال الذي بعده متكئين على رفرف قدر ما معناه رفرف على رفرف قدر ما معناه رفرف ما أعرفتي أي وصيد أو فرش طيب سؤال الذي قبل الأخير إن الإنسان لربه لكنود ما معنى لكنود لكنود قوة لكنود ما معنى لكنود يا جحود تكلم يا جحود زيد زيد طيب وصال الأخير يقول كم عدد الهروف المقطعة التي ابتتهت بها بعض الصور تعرفين الهروف المقطعة هناك ما يسمى بالهروف المقطعة التي ابتتهت بها بعض الصور مثل علف لا ميم صاد جاب كم عدد هذه الهروف وما هي الهروف المقطعة التي ابتتهت بها بعض الصور كم عددها تذكر إن عدد ثم تذكر تبينها ما أردت إذن هي أربع عشرة حرفا مجموعة في قوله نص حكيم قاطع له سر أو تقولي سلو صحيرا من قطعت فتح الله عليك مجموعة في قوله نصف مجموعة في قوله نصف بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذغتم أو نذغتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعزلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لجوم غفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيض الأقحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أدل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تدري في الفحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وإذا غشيهم موج كالغول لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر وإذا كنت أعرف منهم مقدصر أَيُّهَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَفَّكُمْ وَاَخْشَوْ يَوْمَا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فلما نبأ هذه قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلققن أن يبدله بسم الله السؤال الأول في التفسير يقول قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ما معنى وإنها لكبيرة لشاقة تغيلة جيد السؤال الذي بعده والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ما معنى ثلاثة قرؤ فلا تدحيضوا وقيل أطهار جيد السؤال الذي بعده وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ما معنى شفا حفرة يعني طرب حفرة من النار جيد السؤال الذي بعده يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ما معنى إذ يبيتون يدبرون يبيتون يدبرون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى إذ يبيتون أيها يدبرون واصلي أكملي يدبرون 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 بالليل بالليل نعم إذن نسمي الإجابة في هذه طيب أسأل الذي بعده وقالت اليهود يد الله مغلولة ما معنى مغلولة كناية عن 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 كناية عن الشح مغلولة كناية عن الشح والشح والبخل لكن تقولي مقبوضة عن الأطاء نعم قبل أن تذكري تقولي مقبوضة عن الأطاء قبل أن تذكري الكناية يصب الإجابة أيضا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخر ما معنى ولتصغى لتنيل جيد التائمون العابدون الحاملون الصائحون ما معنى الصائحون الصائمون أيها جيد أو الغزاة المجاهدة جيد جيد صلى لي بعدها الله يعلم ما تحمل كل أنفة وما تغيظ الأرحام ما معنى تغيظ الأرحام ما توقفه أو تسقطه جيد صلى لي بعدها ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما معنى ينفد يفنى ويبقى ويزول ويقضى أيضا جيد أسأل الذي بعده إن زلزلة الساعة شيء عظيم ما معنى الزلزلة الساعة أهوال أهوال وشداعر يوم القيامة نجيد أسأل الذي بعده فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ماما أنا الظلة الظل والهوان والخسرات لا لا يوم يوم القيامة لا فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة يوم الظل نار أمطت صحابة أضلت ثم أمطت ناور جيد جيد أسأل الذي بعده فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حدار ما معنى سلقوكم آدوكم ورموكم جيد أسأل الذي بعده فأقبلوا إليه يزفون ما معنى يزفون يسرعون في المشي جيد أسأل الذي بعده آه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ما معنى الميزان الميزان الحق نعم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الآلة المعروفة لا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ما معنى الميزان الميزان الحق لا اذا ثم ذكر الميزان فرق بينهما بالحق والميزان اذا ما اعربتي العدل والتصويت بين الهقوق اصال الذي بعد وفي خلقكم وفي خلقكم وما يبث من دابة او ما يبث يفرق وينسر جيد اصال الذي بعد ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ما معنى المسيطرون المسلطون او الارباب الغالبون المسلطون او الارباب الغالبون اصال الذي بعد وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ممعنى وين شقة متداهية بالاحكال ماصر وين شقة تأني في الكلام ممعنى وين شقة السماء تفطل وتصدعت جيد اصال الذي بعد الهاكم التكافر ممعنى الهاكم شغلكم عن طاعة ربكم طيب واصال اخير وهو اسهل ما يكون اسهل يقول ما هناك صحابي جليل ورد اسمه في القرآن الكريم ما اسم هذا الصحابي واسم والده وهو زين بن ثابت نصف الاجابة زين بن حادثة ابن ثابت نصف الاجابة وهو زين بارك الله فيك نصف الاجابة بسم الله الرحمن الرحيم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لون لنا كوة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا ايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنفل الله قالوا بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس لهم رأى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبنا نوحينا إلى رجل منهم أنوحينا إلى رجل منهم أننذر الناس وبشر الذين آملوا أن لهم قدم صدق وبشر الذين آملوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صررناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تضع الكافرين وجاهدهم به دهادا كبيرا وهو الذي مرد البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاد وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضبهم وكان الكافر على ربه وهيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزوادكم تحبرون يطاق عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتلذ لعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المذرمين في عذاب جهنم خالدون لا يحدر عنهم وهم فيه مملسون نعم بسم الله السؤال الأول في التوسير قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ما معنى التعفف أي التنزه عن السؤال جيد السؤال الذي يليه قوله تعالى الذي نستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ما معنى القرح أي نالتهم الجراح يوم أرح جيد السؤال الذي بعده وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ما معنى ومستودع أي موضع استقرارها في الأصلاف أو في الأرحام جيد السؤال الذي بعده قوله تعالى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ما معنى والركب عير قريش فيها أمواله جيد السؤال الذي بعده ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ما معنى دين الملك أي شريعة ملك مصر جيد السؤال الذي بعده وليضربن بخمرهن على جيوبهن ما معنى على جيوبهن أغضية رؤوسهم يعني المقانع على جيوبهن ما معنى على جيوبهن جنودهن على جيوبهن ما معنى هذه على جيوبهن ما معنى أوهن البيوت لبيت العنكبوت ما معنى الأنكبوت العنكبوت ما معنى أي حشرة معروفة جيد السؤال الذي بعده فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما معنى فراغ أي فمال إليها جيد السؤال الذي بعده الله يتوفى الأنفس حين موتها ما معنى يتوفى الأنفس أي يقبضها عن الأبدان جيد السؤال الذي بعده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم صقفا من فضة ومعارج عليها عبارون ما معنى ومعارج أي مصاعد ومراطية جيد السؤال الذي بعده والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ما معنى معكوفا يعني محبوسا جيد السؤال الذي بعده ذوات أفنان ما معنى أفنان يعني أغصان جيد السؤال الذي بعده هو الله الخالق البارئ المصور ما معنى البارئ المبدع المخترع جيد السؤال الذي بعده فارجع البصر هل ترى من فطور ما معنى من فطور شقوق جيد السؤال الذي بعده فقتل كيف قدر ما معنى قتل لعين جيد أسأل الذي بعدها تسقى من عين آلية ما معنى عين آلية بلغت أناها أي غاية أسأل الذي بعدها وتكون الجبال كالعهن المنفوش ما معنى المنفوش المتفرق المنتشر جيد أسأل الذي بعدها فصب بحمد ربك واسطق بأنه كانت توابا ما معنى توابا السؤال الأخير يقول هناك عالم جليل يلقب بشيخ المفسرين ما اسم هذا العالم الجليل هناك عالم جليل يلقب بشيخ المفسرين هو عالم لا لا عالم جليل يلقب بشيخ المفسرين إذا ما أربتي هو محمد بن جليل رحمه الله تعالى بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أذرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن ينطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسر أولئك رفيقا ذلك الفضل لله وتفادي الله عليما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ رَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ لِرَّبِّكَ الْحَقُ وَلَكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِلُونَ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِلُونَ وَلَكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِلُونَ أَوَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَرَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقُرَبِ قُلْمُ يَجْدِي لِأَجَلٍ يُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَوْرَ يُفَصِّلُ الْأَعَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْكِلُونَ وَهُمَا الَّذِي بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن الله وملائكته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ مُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَهُمُ اللَّهُ فِي الدِّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيمًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُمِينَ وَالْمُؤْلِيَّاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَغُوا فَقَدْ اِحْتَالُوا فَقَدْ اِحْتَالُوا بُهْتَالُوا وَإِثْتَالُوا بِلَا يَا أَيُّهَا النَّذِيُّ قُلْ لِأَزْوَاتِكَ وَبَرَاتِكَ وَلِسَاءِ اللَّهُمِلِيَّ يُدْنِينَ عَلَيْهِمُ يُبِرُونَ عَلَيْهِمْ لَيُنْجَ لَعْدِهِمْ ذَلِكَ أَنْرُّا أَنْرُوا أَنْرُوا أَسْنَةَ لَعْذَيْنَ وَكَالَّهُ وَصُوبًا رَّحِيَّا لَإِلَّا يَنْتَهِرُوا أَنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُرَبِهِمْ مَرَبًا وَالْمُؤْجِفُونَ وَالْمُؤْجِفُونَ فِي الْمَبِيَّةِ وَالْمُؤْجِفُونَ وَالْمُؤْجِفُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مَا الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ خَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم أن نوتى ما رحوا بمسبوقين أَأَنْ نُبدِلَ أَنْ فَالَقُونَ أَنْ شِئَةً فيها لا تَعْلَمُونَ وَلَا أَبْعَيْتُمْ مَا شَأَتَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُفُونَ أَأَنتُمْ تَذْرِعُونَ أَأَنتُمْ تَذْرِعُونَ وَهَا الْمَحْرُ الزَّارِعُونَ لا رشاء رجع الله شفراً سَظَلْتُمْ تَفَتَّهُونَ يَا الْمَحْرُونَ يَا الْمَحْرُونَ بِالْمَحْرِعُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا هَا الَّذِي تَشْغُبُونَ أَأَنتُمْ أَنْ يَعْزِلْتُمْ هَا الْمَحْرُونَ أَمْ لَحْرُونَ يَعْزِلُونَ لا رشاء رجع الله شفراً فلولا تَشْغُرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مِنْ لَا الَّذِي تُعْرَونَ أَأَنتُمْ أَنْ شَأْتُمْ شَدَاةَهَا أَنْ نَحْرُ الْمَحْرِعُونَ تَشْغُبُ عَيُّهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعً لِنْ قَوِيلَ فَصَدَّحْ بِاسْنَ رَبِّكَ الْعَظِيمَ بسم الله السؤال الأول في التوصير يقول قوله تعالى وَأُنَبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ما معنى وَمَا تَدَّخِرُونَ أي ما تخبأونه في الأكل فيما بعد جيد أصعاب الذي بعده فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ما معنى قولا سديدا جميلا أو صوابا معادا جيد أصعاب الذي بعده وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ما معنى ومن بلغ أي من بلغه القرآن إلى كيام الساعة جيد أصعاب الذي بعده كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم ما معنى إلا أي رحما وقرابة أو حقا جيد أصعاب الذي بعده فلا تبتأس بما كانوا يفعلون ما معنى فلا تبتأس أي فلا تحزن فلا تحزن نعم أصعاب الذي بعده من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ما معنى ولا خلال ولا خلال أي لا مقالة ولا صلاقة جيد أصعاب الذي بعده فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ما معنى فضربنا 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 على آذانهم في الكهف سنين عددا ما معنى فضربنا خمسة لا إذا ما أعرفت معناه أنمناهم إنامة ثقيلة أصعاب الذي بعده ويدرعوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ما معنى ويدرعوا عنها أن يدفعوا عنها جيد أصعاب الذي بعده فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِيَ أَمْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا مَا مَعْنَى بُورِكَ أي شاقئ الوالي لا ما أعرفت معناه طهر وقدس وزيد خيرا السؤال الذي بعده وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَأَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلَ ما معنى وَكِيلَ أي موكولا وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلَ ما معنى وَكِيلَ وَكِيلَ أي أي موكولا وَكِيلَ إِلَي أَمْرِ وَكِيلَ ما معنى وَكِيلَ أي محيدا معناه حافظا مفوضا إلي السؤال الذي بعده أَمَّنْ هُوَقَانِتٌ آناءً ما معنى قانِتٌ أي مطيع زيد السؤال الذي بعده أن أدُّو إلي عباد الله ما معنى أن أدُّو إلي عباد الله أدُّو أن أدُّو إلي عباد الله ما معنى أن أدُّو إذن ما معنى ما معنى أي سلِّموا إلي بني إسرائيل السؤال الذي بعده فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُ مَعَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي ما معنى بَغَتْ أي أبد واستطالت أيوان زيد السؤال الذي بعده وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ما معنى مُسْتَقِرُ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ما معنى مُسْتَقِرُ إذن ما أعرفت معنى هو منتهل إلى غاية يستقر عليها وَصَأَلَّذِي بَعَدَاهُ وَتَكُونُ الْزِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ما معنى كَالْعِهْنِلْ كَالْعِهْنِلْ أي كالجبال وَتَكُونُ الْزِبَالُ كَالْعِهْنِلْ مَنْفُوشِ ما معنى كَالْعِهْنِلْ أي كالسفن أيه؟ كالسفن كالسفن جيد صَأَلَّذِي بَعَدَاهُ عذرا أو نذرا ما معنى عذرا عذرا أي معتذرين لا عذرا أو نذرا ما معنى عذرا إذن ما أعرفت معناه أي للعذار من الله للخلقين السؤال الذي بعده أو إطعام في يوم ذي مسغبة ما معنى مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ما معنى مسغبة الحرارة لا إذن ما معنى هو مجاعة السؤال الذي بعده ويمنعون الماعون ما معنى الماعون أي اليتامى لا ويمنعون الماعون ما معنى الماعون إذن ما أعرفت هو ما يتعوره الناس بينهم بخلا طيب والسؤال الأخير هو استعمل القرآن الكريم كلمة التنزيل مثل قوله تعالى ونزلناه تنزيله وستعمل كلمة الإنزال مثل إنا أنزلناه إذا ما الفرق بين هاتين الكلمتين إننا كلمتان في القرآن التنزيل والإنزال ما الفرق بين هاتين الكلمتين تنزيل أي أوحينا لي ما الفرق بين التنزيل والإنزال المشاكلة لا الفرق بينهما هو يؤبر بالتنزيل في الغالب على ما نزل مفرقا والإنزال ما نزل جملة واحدة هذا هو الفرق بينهما فتح الله عليك وبارك الله بيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله من قده مع الله سبحانه وتعالى واندانون آمانا مصابق اتبنه اجر الله فيا نجهر نسرايا وكاكم وكملا تلافيا هنا اتبعوا الدين المسلم تجامير وثمان الفرديو ده سوكوتو وكاكم ولمسابق اقوية شكرة من قده مع الله سبحانه وتعالى ساكمة دا الهيري آمن ثم آمن هنا اتبعوا ولمسذر سلوى والتتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ومزاجه من تسني من عينا يشرب بها المقربون ترجمة نانسي قنقر